عودة غائب وصل الخبر السعيد إلى العائلة لقد نجح محمود في امتحانات آخر السنة وسيرجع هذا اليوم من العاصمة فعمدت الأم إلى غرفة ابنها تزين نوافذها بالستائر المزركشة وتعطرها بأنواع البخور وتبسطها بالأفرجة الصوفية الرفيعة غادر أحمد المنزل مسابقا الريح قاصدا محطة الحافلة ولما بلغها رأى أخاه واقفا يترقب إنزال حقيبته فارتمى في أحضانه وسلم نفسه له يضمه إليه ويقبله طويلا أنزلت الحقيبة فأخذها محمود بيد وأمسك أخاه بالأخرى وسار معا نحو الدار بقدر ما تسمح به خطوة أحمد وما إن وصل زقاقهما حتى لمح محمود عجوزا تتقدم نحوه ولما دنت منه جعلت تقبله من جبينه فعرف أنها أمي لطيفة إنها دائما هي هي بقامتها القصيرة وظهرها المنحني وردائها الأزرق الذي ذهبت الشمس بلونه أنا فسنها عن التسعين ولكنها ما زالت في صحتها ونشاطها نهارك مبارك يا محمود الحمد لله أن نجح مسعاك وجعلك تخلف أباك بارك الله فيك يا أمي لطيفة ومتعك بالصحة ووصل أمام منزلهم وكانت أمه تترقب على عتبة الباب فارتم الواحد في أحضان الآخر وتعانق طويلا وشعر محمود بدمعتين باردتين تقعان على خده من عيني والدته ووقفت صالحة على أطراف أصابعها لتصل إلى رقبة أخيها فتطوقها وتلثمها وبعد أن فرغت العائلة من التسليم أتت الصغيرة بطبق عليه كؤوس من مشروب الفستق ووزعت على الحاضرين وغادرت الجارة المنزل وجلس محمود على الأريكة وقعدت أمه إلى جانبه تفرق يديه وتتلمس كامل أجزاء بدنه أما أحمد فلم يزل يذكر أخاه بالهدية ويلح في الحصول عليها حتى أخذ محمود الحقيبة وأخرج منها لحافا من الحرير سلمه إلى أمه وحذاء لصالحة ولمح أحمد صندوقا صغيرا فانتزعه انتزاعا وفتحه بينما نظر إخته وأمه مجدود إلى ما بداخله فتحه بسرعة فإذا به طائرة مفككة أخرجها وركب أجزاءها ثم تركها تجري على الأرض وقبل أن تتوقف خطفها وطار بها إلى الزقاق ليتباهى بها أمام لداته رغب محمود في شيء من الراحة فدخل غرفة النوم وبادرته رائحة البخور الشذية تمدد على فراش هيأته له أمه بترتيب فائق وأسلم جفنيه لنوم هادئ مريح أكتشف أولاً لم يستقبل الأب ابنه العائد من العاصمة أبين لماذا وأدعم إجابتي بقرينة من النص لم يستقبل الأب ابنه العائد من العاصمة لأنه على ما يبدو أنه متوفي نهارك مبارك يا محمود الحمد لله أن نجح مسعك وجعلك تخلف أباك ثانياً أشرح ألف أعوض العبارة المسطرة بما يفيد المعنى نفسه وأكون بها جملة في صياق آخر غادر أحمد المنزل مسابقاً الريح غادر أحمد بسرعة البرق يجري الفهد خلف فريسته بسرعة تكاد تفوق سرعة البرق باء أكتب الحروف الهجائية العشرة الأولى وأحفظها مرتبة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء أعمق فهمي أولاً تغيب محمود عن عائلته أذكر السبب وأدعمه بقرينة من النص السبب الذي جعل محموداً يتغيب عن عائلته هو الدراسة في العاصمة لقد نجح محمود في امتحانات آخر السنة وسيرجع هذا اليوم من العاصمة ثانياً عبر الكاتب عن فرحة الأم بعودة ابنها محمود أبحث عن ثلاثة شواهد تؤيد ذلك وأقرأها قراءة جهرية فعمدت الأم إلى غرفة ابنها تزين نوافذها بالستائر المزركشة وتعطيرها بأنواع البخور وتبسطها بالأفرشة الصوفية الرفيعة ووصل أمام منزلهم وكانت أمه تترقب على عتبة الباب فارتم الواحد في أحضان الآخر وتعانق طويلاً وشعر محمود بدمعتين باردتين تقعان على خده من عيني والدته وغادرت الجارات المنزل وجلس محمود على الأريكة وقعدت أمه إلى جانبه تفرق يديه وتتلمس كامل أجزاء بدنه ثالثاً يسكن محمود حياً عطيقاً أبحث عن دليل يؤيد ذلك وما إن وصل زقاقهما؟ أحلل أولاً أذكر الأشخاص الذين استقبلوا محمود الأخ أحمد أمي لطيفة الأم الأخت صالحة ثانياً أحدد ما قام به كل فرد منهم الأخ أحمد استقبل أخاه محموداً في المحطة عانقه وسلم عليه ثم عاد وإياه إلى المنزل أمي لطيفة اعترضت محموداً في الزقاق وأخذت تقبل جبينه الأم قامت بتزيين غرفة محمود بوضع الستائر وتعطيرها بالبخور وتبسطها بالأفرشة الصوفية بقيت تترقب قدوم ابنها أمام عتبة الباب واستقبلته بالأحضان الأخت صالحة عانقت أخيها ثم قامت بتوزيع كؤوس من مشروب الفستق على الحاضرين أبدي رأيي أولاً تصرف محمود تصرف المسؤول عن العائلة أبين كيف تم ذلك تم ذلك من خلال تعلق إخوته به وحسن مكافأته لعائلته بالنجاح وجلب الهدايا لهم ثانياً أبدي رأيي في هذا التصرف إنه تصرف الولد المطيع البار لوالديه قليل بخلق tات يا أوبين كيف تم ذلك البار لوالديك قذاب أرجونا كيف تم ذلك الأعلى